لليوم الخامس على التوالي واصل الاحتلال اغلاق مداخل بلدة سلواد شمال شرق رامالة المحتلة ما يعني قطع الطريق الرئيس بين مدن رامالة ونابلس واريحة والقدس اضافة لاغلاق الطريق على اكثر من اثنتين عشرة قرية وبلدة في المنطقة منذ اربعة ايام والمواطنون من بلدة سلواد وقور شمال شرق رامالة يعانون جراء اغلاق الاحتلال لمداخلها والحواجز القريبة منها والواصلة مع مدينة رامالة والمدن الفلسطينية الاخرى بحجة تنفيذ الشهيد معنى ابو قرع من قرية المزرعة الشرقية عملية طعن قرب مستوطنة عفرة الخميس الماضي سابق لاغلاق واضح تماما احنا في 25-12-2016 يجب اخلاء مستوطنة عمناه شو عمله الان؟ الان في الشهيد معنى ابو قرع وهو قسم بالله لم يقم في اي حركة اطلق عليه الجندي الموجود في البرج العسكري اللي امام مستوطنة عفرة وارده قتيل ارده شهيد وبعدها بساعتين ثلاثة جابوا مستوطن اطلق النار في الهوى حتى احنا يصير مطالبنا الان فقط انه كيف نحن نفتح الطرق هو كل واحد تخفي الهوى انت بتغلك 12 بلدة واربع مدن مش بس فقط سلواد بتتأثر بهذا الاغلاق بتتأثر فيها تقريبا 12 بلدة وقرية فلسطينية محيطة في بلدة سلواد تأثير اقتصادي تأثير امني تأثير اجتماعي الفلسطينيون يرون التصعيد الاخير خطوة جديدة لضغط عليهم ليوافقوا على تأجيل اخلاء بؤرة عمناه الاستيطانية التي يفترض اخلاؤها في 25 من الشهر القادم بناء على قرار محكمة الاحتلال العليا وهو ما يرفضه ابناء سلواد ويصر عليه المستوطنون الذين لا يصل عددهما عدد صابع اليد الواحدة ليتلخص الامر ان الاحتلال يسجن الفلسطينيين بالالاف في قرهم في هذه المنطقة لينعم اربعة او خمسة مستوطنين بالراحة التامة والامن الوفير فوق الارض الفلسطينية التي سلبوها في قرائب حوالي 30 دونهم ارض ممنوع الوصول الى ممنوع الاستعمال وممنوع العمل هذه خربوا علينا الاراضينا حتى يدعوا ان احنا منع مرهاش التسكرات يسكروا علينا هذه تقطع على الاراضينا احنا السلواد من الوصول الى اعمالنا اراضينا الحواليها ممنوعنا نصلها وصلنا للمدينة حتى نعمل كذا حاجياتنا خلال مقدرش نصلها الاحتلال حين يصعد من انتهاكاته بحق المواطنين هنا هو يسعى لخفض صقف مطالبهم من اخلاء بؤرة عمونال استيطانية الى فك الحصار والاغلاق عن سلواد والبلدات والقرى الاثنى عشر المحيطة بها من بلدة سلواد شمال شرق رمال المحتلة حافظ ابو صبرى رؤيا